أمل في الشرق ماذا يمكن لأوروبا أن تتعلم من لتوانيا؟ لقاء الأسبوع مع داليا جريباوس كايته رئيسة لتوانيا تهانينا سيادة رئيسة لتوانيا منحت جائزة كارلا الدولية تقديرا لجهودك في الاتحاد الأوروبي فهل أنت فخورة بها؟ أنا فخورة بشعبي لأنني لا أعتبر هذه الجائزة لشخصيا فقط بل لتوانيا سيدة جريباوس كايته، الاتحاد الأوروبي يمر بأسوأ أزمة عرفها في تاريخه والبعض يقول إذا لم تحل أزمة اليورو فإن الاتحاد الأوروبي سينهار هل تقاسي منهم هذا الرأي؟ لا، فهذه أولا ليست أزمة يورو بل أزمة مالية واقتصادية لبعض دول الاتحاد فنحن في دول البلطيق تمكننا من التعافي من الأزمة ونسجل نمواً بنسبة ثلاثة في المئة من الناتج القومي المحلي وحسب توقعات فإن بداية الأزمة كانت نتيجة لانعكاس الأزمة العالمية على الاقتصاد الأوروبي والسبب الرئيسي لهذه الأزمة يعود إلى القرارات غير مسؤولة على مدى عقود قبل التوصل إلى حل عقلاني سنعود لأزمة اليورو لاحقاً ولكن دعينا نأخذ لمحة عن حياتك السياسية فأنت رئيسة لتوانيا منذ صيف عام 2009 وقبل ذلك شغلت منصب وزيرة في عدة حكومات لكنك لا تنتمين إلى أي حزب سياسي لماذا؟ أنا شخصياً لدي حساسية بشأن الانتماء للأحزاب فقد اضطررت للانتماء لأحد الأحزاب قبل 23 عاماً واليوم أتجنب هذا الأمر وأعتقد أنه إذا تم إنجاز العمل بمهنية فإن الانتماء السياسي لا يلعب أي دور ولكن ما هي طبيعة القائدة السياسية التي اختارها مواطنو لتوانيا عندما انتخبوك رئيسة؟ فالكثيرون يعتبرونك محافظة فهل أنت كذلك؟ لا أعتقد أنني لست محافظة ولا اشتراكية ولا أرغب بتصنيفي في أي اتجاه سياسي محدد أريد خدمة وطني وأحاول أن أحافظ على مهنيتي كسياسية وأن أقدم أفضل ما لدي هل يمكنك ذكر رئيس دولة ما تعتبرينه مثلك الأعلى؟ كثيرون فقد قرأت الكثير من السيار الذاتية للقيادات السياسية بدءا من غاندي وتشيرتشل وتاتشير واليوم ماركل فالإلهام قد يأتي من الكثيرين إذا تمعنا في تاريخ الشخصيات السياسية أنت ترعرعت في الاتحاد السوفيتي وأصبحت خبيرة اقتصادية وأدرست في إحدى الجامعات التي كانت إدارتها تحت قيادة الحزب الشيوعي ما الذي قمت به عندما أيقنت أنك تدرسين طلابك مواد خاطئة ربما؟ درست الاقتصاد العالمي وأصوله وطبيعته وهي مواد لم يكن لها تطبيق حينها فقد بدأت مع أرستو حتى النظريات الماركسية وهذا ما أشبع فضولي الشخصي فقد كنت مهتمة بالمادة التعليمية كما أنني درست تاريخ المال والعملة الدولية أيضا بداية من القطع النقدية حتى التمويل الافتراضي الذي نتعامل معه هذه الأيام كصناديق التحوط وغيرها من الآليات المالية وكمدرسة للاغتصاد أتمنى أنني كنت موضوعية في تقديم المواد والنظريات لتوانيا إحدى دول البلطيقة الثلاثة التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي وهي انضمت إلى حلف النيتو والاتحاد الأوروبي قبل حوالي عشر سنوات أو بالأصح قبل تسع سنوات ولكن يبدو أن موسكو غير راضية عن ذلك فهل تشكل روسيا خطرا على بلادكم؟ أعتقد أن تسعة أعوام ليست بفترة طويلة في عمر أي دولة يمكن أن تسقل خلالها هويتها وتاريخها وتتعامل مع المواضيع الحساسة مع جيرانها ولزال هناك تأثير للصراع الذي حصل بيننا هذا لا نلمسه في مجال التسلح فحسب بل من خلال الضغط الاقتصادي عبر أسعار البترول فلازال هناك بعض القضايا الخلافية قيل لي ذا تمرت بأننا قد نحتاج إلى عشرين أو أربعين عاما كي تتغير الأجيال ولكي ننسى أيضا الصعوبات ونتمكن من التعاون مع جيراننا بشكل طبيعي ونحترم بعضنا البعض دعينا ننتقل إلى بروكسل والاتحاد الأوروبي هذه الأيام لا يحظى الاتحاد الأوروبي بشعبية لدى مواطني الدول الأعضاء بل إن البعض يقارن بروكسل بالاتحاد السوفيتي السابق ويصف الاتحاد الأوروبي بالدولة المركزية العظمى أعتقد أن الذين يقولون مثل هذا الكلام لم يكونوا في الاتحاد السوفيتي ولا يعرفون ماذا يعني ذلك بروكسل أو الاتحاد الأوروبي هو اتحاد من دول أعضاء نشأ بشكل سلمي وبفعل الإيرادات الطيبة ومن دون إجبار على المشاركة وجميع قرارات الاتحاد تتخذ بالإجماع من قبل الأعضاء في المجلس الأوروبي ونحن جميعا نتحمل مسؤولية قراراتنا الدول الأعضاء هي التي تقرر كيف ستكون أوروبا في المستقبل ولا أحد يجبر أحدا على أي شيء ولا يوجد بلد مهيمن وأعتقد أن المقارنة مع الاتحاد السوفيتي هي محط عمل اندعائي ومصدره من خارج الاتحاد الأوروبي لكن هناك أيضا خوف من الاندماج العميق وهذا ما دفع البريطانيين إلى الاستفتاء على البقاء في الاتحاد الأوروبي فما هي الأضرار التي يمكن أن تترتب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ لا أريد التخمين في هذا الأمر فكل بلد يقرر مستقبله بنفسه وبالنسبة لكل دولة عضو ولبريطانيا أيضا فإن الاتحاد الأوروبي تأسس ليكون آداتا لتحسين الأوضاع وزيادة النمو الاقتصادي والرخاء والأمن في العالم ومن الطبعي أن يفقد الناس الصبر عندما تستمر الأزمة طويلا ففي كل أزمة ترتفع الأصوات المعارضة ضد الحكومات والاتحاد الأوروبي وأحيانا يبحثوا السياسيون عن أسباب للأزمة خارج بلدانهم ويحملون المسؤولية لبركسل ولكن من هي بريكسل؟ الحقيقة هي أن ممثلي حكومات الدول للعضاء يجتمعون ويقررون معا في بريكسل فالاتحاد الأوروبي هو اتحاد الدول الأعضاء في الأزمة الحالية تتعرض المستشارة الألمانية ميركل لانتقاد حاد بسبب موقفها المتصلب بشان إجراءات التقشف وخفض النفقات فهل تقوم ألمانيا بدور مهيمن في الاتحاد الأوروبي؟ أعتقد أن الأمر يتعلق بكيفية تقييم الموقف الألماني وما إذا كان هناك تشويه لها ألمانيا ليست مهتمة فقط بإجراءات التقشف وإنما بخفض الإنفاق وتشجيع المحفزات وإعادة الهيكلة في ذات الوقت هذا هو النهج الألماني ومن السهل توجيه اللوم إلى الآخرين عند الإخفاق على المستوى الوطني هناك من يقوم بتحميل المسؤولية إلى بلد آخر عند الفشل في العمل على الصعيد الوطني ألمانيا تقوم في هذه الحالة بخطوة عالية المسؤولية والمستشارة لديها التزامات أيضا تجاه بلدها ولن تسمح باستخدام أموال موطنيها لإصلاح أوضاع الدول الأعضاء الأخرى التي لا تقوم بواجباتها ولا تطبق الإصلاحات ولا تتحمل المسؤولية كم كان صعبا بالنسبة لك إقناع الليتوانيين بضرورة إجراءات التقشف وخفض النفقات؟ لم يكن هذا بالأمر السهل لكن الأمر الجوهرية هو أن نشرح واقع الحال على نحو يكسبنا الثقة النقطة الثانية هي دور القدوة للنخبة السياسية في خفض الأجور التي يتلقونها وحماية الفئات المحرومة اجتماعيا في الوقت نفسه ما يعني تقديم التبرعات إلى الدولة واستخدام الرحلات لجوية الرخيصة ودفع الضرائب ليكون قدوة للآخرين إذا نظرنا إلى الاتحاد الأوروبي في مجمله نجد دول الشمال بقيادة ألوانيا وحزام الدول الناطقة باللغات اللاتينية بقيادة فرنسا هل تعتقدين أن أوروبا منقسمة إلى كتلتين ثقافيتين مختلفتين؟ لا أوافق على هذا الأمر كما أنني لا أوافق على كلمة أزمة اليورو إنها أزمة مالية عالمية وأزمة ديون ولكنها ليست أزمة يورو السبب هو العقلية الاقتصادية والممارسات الاقتصادية والمسؤولية السياسية التي تفتقر إليها بعض الدول يمكن القول إن دول الشمال تتحمل المسؤولية بشكل أكبر بينما بعض دول الجنوب تمارس عقلية مختلفة عما في ألمانيا ولكنني لا أريد التعميم هنا فكل بلد له خصوصيته ولا يمكن الإملاء على أي بلد ما الذي يجب أن يفعله ليس هناك حل موحد يناسب الجميع بل يجب تكييف الإجراءات السياسية وفق تاريخ وعقلية البلد لكن الأهداف العامة والمسؤوليات يجب أن تكون واحدة للجميع سيادة الرئيسة رياضتك المفضلة هي الكاراتي الكاراتي وكرة السلة بالطبع كمرأة لتوانية لكنك تحملين الحزام الأسود فهل هذا مفيد في السياسة؟ أعتقد ذلك والأمر لا يتعلق بفن القتال لنفسه وإنما بفلسفة الحياة كيف يعمل المرء ومقدار الانضباط الذي يستخدمه الأمر يتعلق بالانضباط الذاتي سيدة داليا غريباوسكايتا رئيسة لتوانيا شكرا جزيلا لك شكرا شكرا